تبادل الرئيس عبدالفتاح سيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوكي ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد الفين أربعة وعشرين وأعرب رئيس سيسي فيه برقية للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمانياته الأخوية دعينا الله عز وجل أن يحمل العام الجديد الخير والرخاء لهم وللشعوبهما وأن يكون بداية لعام خالم من الصراعات يسوده العدل والمسوا بين الجميع وأن تتضافر فيه كل الجهود لمواجهة التحديات من أجل مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالسلام والأمن والازدهار كما بعث الرئيس عبدالفتاح سيسي ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد الفين أربعة وعشرين دعينا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار وأن يكون محققا لآمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل وغد مشرك لأجيالنا القادمة هذا وقد تلقى الرئيس عبدالفتاح سيسي برقيات التهنئة بالعام الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام الرخاء والرقي